بسم الله الرحمن الرحيم كل مرحلة من المراحل تعتمد على المرحلة التي تسبقها فإن لم يتم حلها والقضاء على الأزمة والتعامل معها ستذهب إلى المرحلة التي تليها فالمرحلة الأولى هي مرحلة الإنذار المبكر أو ما يسمى بمرحلة الميلان هي طبعا يعني عبارة عن شيء غير معلوم مبهم غير واضح يلوح في الأفق وهذا يتأتى من خلال وجود بعض الإشارات والإرهاصات هنا تعتمد على كفاءة ومدى نباهة ونفاذ بصيرة المسؤول التعامل مع هذه الأزمة إن مرت دون أي تدخل فستأتي المرحلة التي تليها وهي مرحلة التأزم أو ما تسمى بالأزمة للحادة ولكن إذا تم معالجتها بعد الطرق سيتم القضاء عليها وينتهي في مهدها أو تنتهي في مرحلة الميلاد في مهدها فمن الإجراءات التي ممكن أن يتم أخذها في التعامل مع هذه المرحلة ما يسمى بمرحلة تنفيس الأزمة أو إفقادها مرتكزاتها مرتكزات النمو ومقومات نجاح هذه الأزمة تجميدها، القضاء عليها، التعامل مع الأشخاص اللي هم كانوا سبب من أسباب حدوث الأزمة مهم هنا جدا حتى ينجح المسؤول في التعامل مع هذه الأزمة ألا يحدث جانب من العنف أو ردات الفحل حتى لا تصل إلى درجة من الخصام وإلا ستنتهي مرحلة الميلاد ويدخل على مرحلة جديدة عملية التنفيس نفسها لها عدة ملامح منها ممكن خلق محور اهتمام يغطي على الأزمة زي قضايا الفساد تبع نتنياهو مثلا كان متوجه بهالحرب وهالتسلط وهالعجهية على قطاع غزة فصار بينسحب محور الاهتمام من قضية فساد موجودة برئيس الوزراء إلى قضية أمن قومي ومشكلة حدود واعتداءات وأمور فكانت بتسحب الأنظار من مكان إلى مكان ثاني المحور الثاني أو الملمح الثاني معرفة أين تكمن عوامل مسببات الأزمة والقضاء عليها طبعا قبل حدوث أي نوع من أنواع التوتر المحور الثالث الذي قد انجح من أجل التنفيذ الأزمة هو امتساس قوة الدفع المحركة لوجود الأزمة وهنا طبعا مقصود بالأشخاص اللي هم يعتبروا محركين لوجود الأزمة إذا تم استيعابه أو التعامل معهم بأي طريقة من الطرق سواء طريقة دبلوماسية أو طريقة احتواء أو طريقة بالعنف سيتم القضاء على الأزمة اثنين مرحلة النمو والاتساع أو مرحلة التأزم أو ما يسمى بالأزمة الحادة في حال طبعا لم تتم معالجة المرحلة الأولى ستتسع الأزمة وتنمو وتنضج ولها محفزين رئيسيين محفز من ذات الأزمة نفسها وهذا ينشأ مع نشوء ميلاد الأزمة نفسها والمحفز الثاني هو خارجي يستقطب من خلال قوات أو من خلال أشخاص أو مؤسسات أو دوافع أغرى خارج إطار المؤسس نفسها قد تساعد على إحداث الأزمة وتنميتها وتقويتها واتساعها ونموها وصولا للمرحلة الثالثة مرحلة النضج هذه المرحلة إذا لم يتدخل فيها المسؤول أو النظام المسؤول عن المؤسسة سيؤدي إلى تعظمها يوما بعض يوم قد تؤدي إلى فشل مشروع كامل أو تغير هوية كاملة أو تهديد وجود أو كيان عشان هيك مطلوب من المسؤول تحييد وعزل العناصر التي تدعم السبب لوجود الأزمة وهنا بالعابدة الأشخاص الخارجيين أو المقويات أو المغذيات أو المحفزات الخارجية اثنين ممكن استقطاب الناس اللي هم سبب الأزمة بشكل مباشر وهنا بصير كثير في كثير من الأزمات صراحة السياسية أو ممكن conflict of interest يعني زرع اللي هو نوع من التعارض للمصالح نفسها وفي القرآن ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم إذا استطاع أن يدخل النزاع ستفشل وتذهب ريح هذه القوة المسبب لوجود الأزمة ومهم جدا في حتى تنجح وما تصل لمرحلة النضج أن يتم السيطرة على الأزمة وتجميد ما وصلت إليه بالتعامل اللي ذكرنا سابقا الثالث مرحلة النضج أو ما يسمى بانفجار الأزمة هذه تعتبر من أخطر المراحل الموجودة يعني لو جدينا رسمنا منحنة سنجدها مرحلة الميلاد مرحلة النمو الاتساع وأعلى مرحلة في قمة المنحنة اللي موجود بنسميها مرحلة النضج أو مرحلة انفجار الأزمة هذه تعتبر من أخطر المراحل اللي موجودة بالعادة بالعادة إذا لم يتم الوعي إليها بتكون بسبب إما استبداد المسؤول وعدم التعامل بحكمة وأقلانية مع المشاكل اللي موجودة عنده أو مسببات الأزمات أو موجهل أو في عنده انغلاق يعني بالآدم مكتبي قاعد لا أكتر والأجل ما بيعرفش إيش اللي حواليه أو أنه عنده يعني خلينا قول حاشية هاي ما بتنقل الصورة الحقيقية طبعا صورة مغيرة للواقع اللي موجود شفت قبل هيك فيديو فيلم طباخ الرئيس كان نازل الرئيس على الشوارع شوارع نظيفة جدا إشي محفز إشي مرتب فيش ناس كتير بالشوارع كل واحد في عنده اهتمامات ومش فاضلة للطلعة وللنزلة ومور زي وكان بيعكس إيه يعني مجتمع راقي جدا ومتقدم وواعي يعني لكن كانت هاي الصورة مصطنعة من خلال أجهزة معينة أجهزة أمنية توصل الصورة إنه هذا مجتمعك مجتمع مرتاح ومبسوط طبعا هاي من أبرز ملامح نجاحها المرحلة إنه بيكون فيها كبشفدة ويمكن مش بعيد عنها حادثة إنه سيارات قريبا الحريق اللي صار وكان في النهاية يعني انتهت بإقالة بعض المسؤولين وكانهم عبارة عن كبشفدة يستقطب من خلالهم رضا الجمهور بشكل عام المرحلة الرابعة مرحلة الانحصار والتقلص وبقولوا عنها مرحلة الأزمة المزمنة تبدأ الأزمة بهاي المرحلة في الانحصار طبعا من خلال التعرف على أسباب الأزمة تقدير الضرر اللي وصلنا إله تحديد المسؤوليات عشان يستفاد منها مستقبل وهذا بسموها بالعادة لما بمر في أي أزمة أو وباء أو أي حادثة ينتهي الأمر بعد اللي هو النجاح في السيطرة على الأزمة أو على المشكلة وتجاوزها شو إحنا إجراءاتنا اللي قمنا فيها أخفقنا وين ونجحنا وين حتى يستفاد منها مستقبلا المرحلة الأخيرة مرحلة حل الأزمة أو ما يسمى بمرحلة الاختفاع طبعا هاي المرحلة مرحلة اللي هو إدارة فعلية للأزمة هنا بعد النجاح في السيطرة على الأزمة وإفقادها كل مقوماتها تتلاشى عناصر الأزمة ملامح مغذياتها ومقوياتها يبتنتهي هنا بيجي الدور الرئيسي للاستفادة من الدروس التي سبقت فيها أمرين الأمر الأول إما إعادة بناء وهذا متطلب من المؤسسة أو إعادة تكيف إعادة تكيف هو الإبقاء على النظام كما هو والأليات المتبعة سابقا مع بعض التعديلات وهذا يعتبر من الأمور التي ليست تحظى بالنجاح الكبير لأنه قد تتكرر الأزمة مستقبلاً أما الطريقة الثانية هي إعادة البناء وهنا المقصود يعني زي تغيير لكامل المسببات السابقة التي أدت إلى وجود الأزمة وهذا تعتبر أنجح لأنه فيها ديمومة من حالة الاستقرار ما بعد ذلك ويمكن في حراك بدنا نعيش زمان اللي كان قبل فترة سنتين تقريباً إنه صار استفادة من خلال هالدرس اللي صار الميداني وردة فعل الناس نحو تغيير بعض الوجوه وبعض الأشخاص والتعامل بإهتمام إلى جانب الشباب والواقع اللي بيعيشوه الناس بشكل أفضل من ذي قبل ضمن الإمكانيات والموارد المتوفرة طيب فوائد الأزمات في عندنا يعني سبع فوائد برغم أنها أزمة وهي شدة وهي مشكلة تمام إلا أنها فائدة كأنها تضخ الدماء في العروق من جديد أول فائدة من الفوائد ميلاد الأبطال وهنا بعيداً عن البيروقراطية وسلم الإداري والمسؤوليات وكل واحد له ساقف معين يخرج هنا لهم الأبطال هنا يعني زي ما يقولوا تخلق القادة في ناس مش محسوب لها حساب يكونوا في المؤسسة ملهم مش أي ذكر ليسوا ضمن السلم الإداري قد يكون أو أصحاب المسؤوليات ويخرجون من بينه اللي هو الركام أو وسط الدخان كما يقال ساعدهم في هذا الأمر إمكانياتهم الموجودة مسبقاً والشغلة الثانية أنه صرنا في حالة أزمة بطل في نظام ما بصمر فيها لحد يعني أتبع السلم الإداري اللي كان من الأول عشان هيك بالعادة هذول الأبطال بكونوا من الإدارة الدنيا أو الإدارة الوسطى طبيعة الواقع الجديد سمح لهم بإظهار إمكانياتهم وقدراتهم الفائدة الثانية تسريع التغيير طبعاً اللي كان بيمشي بروتين وكان ممل وكان ما بيفرقش الوقت اليوم موضوع اللي هو حدوث الأزمة الأمر يختلف فيه ما كان ببطء يمشي الآن بشكل سريع عشان هيك لازم أنه الناس اللي بترغب بوجود التغيير ترحب بالأزمة على الرغم من وجود آثار جانبية وسلبية إلا أنها تعتبر مجرد ثمن من أجل إحداث التقدم والتغيير نحو الأفضل الفائدة الثالثة مواجهة المشكلات فيها كما يقال إذا كان لديك شيء مكسور فأصلحه سريعاً لأنه إذا ما صلحته راح تصلحه المرة اللي بعد هيك بس بخسارة أكثر وفادحة أكثر وهذا نفس الشيء إذا ظهرت بعضاً من المشكلات لأصل أن يتم التعامل معها بشكل سريع ومعالجة المشكلات اللي موجودة لأنه إذا لم يتم تتم المعالجة راح تكبر المشكلات أكثر وتتعظم أكثر وتكون السيطرة عليها بصعوبة أكثر الفائدة الرابعة إمكانية تغيير الأفراد ويمكن بالوضع العادي خلاص متعودين على هالأشخاص الموجودين والمسؤولين الموجودين ما فيه داعي لنغير ممكن التغيير يحدث مشكلات يغير في النمطية اللي موجوده بالأسلوب وكذا فخلينا على هاللموجودين لكن في حال وجود الأزمات الأمر يختلف وبتكون إمكانية وفرصة التغيير بشكل سريع حتى وإن عفى على هالمسؤول وهالقائد وهالرئيس هالعسنوات الطويلة في نفس المكان ابتبعوا في حال الأزم الأمر يختلف كليا ويتم التغيير بشكل سريع يعني ما لا يمكن أنه يحدث في الوضع العادي سيحدث وبقوة في وقت الأزمات فإذا الخامسة بروز استراتيجيات جديدة وهنا مقصود أنه حالة الرتابة والملل والروتين المعتاد عليه في المؤسسة نفسها قد يختلف النظام في حال وجود الأزمات اللي احنا متعودين عليه وبتزحزحش وما بتغيرش وهالسلوب الإداري المتبع أكيد حيختلف في وجود أثناء وجود الأزمات ستة أنظمة الإنظار المبكر هاي الفائدة أنه تسمح بالمسؤولين والأشخاص التي تعرضوا للأزمة أنه يكون عندهم حدث مستقبلي وفي عندهم اهتمام مستقبلي يعني لو تكررت نفس الأشياء أو نفس الإشارات والإرهاصات اللي مرت معهم في التعامل مع الأزمة سابقا ستكون هي سبب من أسباب التدخل السريع بحكم أنه صار عندهم معرفة سابقة وهذا بنقول عنه الإنظار المبكر ويمكن في مثال وكالة الغوث في عندها برنامج لرصد الأمراض المعدية ومكون من بشكل منحنى بيعطي ثلاث إشارات الإشارة الأولى ألرت يعني دير بالك انتبه والتاني ألارم أنه في عندنا إنظار وهذا الإنظار كثير يعني صار تعدي لمستويات معينة من اللي هو المرض اللي تم الأمراض المعدية التي تم رصدها والمستوى الثالث أو الكلمة الثالثة اللي هو ثري شولد يعني عتبة يعني أنت تخطيت بمعدلات الحالات اللي موجودة أي مستوى ممكن يكون مقبول طبعا بدايتها كانت بألرت يعني انتبه في شوية زيادة هنا طبعا هتسمح أنه في نوع من اللي هو التدخل السريع قبل الوصول للمرحلة الثانية والثالثة الفائدة الأخيرة مزايا تنافسية جديدة فيها بعد النجاة طبعا وتجاوز الأزمة فيها نوع من النشوة بالانتصار فيها نوع من تضامن ما بين الناجين فيها نوع من المعرفة والقوة أكثر لأنه إحنا استطاعنا نتجاوز هاي الأزمة وزي ما بيقولوا أنه الضربة اللي ما بتموتنيش بتقويني وزي ما بيقولوا كلما تعرضت لنائبة زادتني صلابة وقوة وزي ما بيقولوا أنه احنا بنخلق من المحنة منها هنا طبعا فيها نوع من اللي هو العزة والقوة وهذه ليش تنافسية لأنه مستقبلا لو تعربنا لأزمة أو شبيه فيها احنا عنا إمكانيات وعنا قوة لأنه مرت علينا نوائب وأزمات صعبة واستطعنا أن نتجاوزها بقوة وإمكانيات وقدرات وبالعمل الجماعي الموجود داخل المؤسسة هكذا انتهى الفصل الثاني من مصاق دارة الأزمات الصحية نستكمل إن شاء الله بالفصل الثالث في اللقاء القادم السلام عليكم